إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له ومن يضلل فلا هذي له أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في الله إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس تتمت للدروس أعراض السحر المدفون وفيه إن شاء الله لقاءات كثيرة فيه لقاءات بلا عدد يعني في هذا السحر العياذ بلا المدفون وأعراض السحر المدفون في اليوم سنجيب الأعراض السحر المدفون في المقابر أشكاله ونجيب الأنواع دياله والطرق الإبطال دياله إن شاء الله بإذن الله سنجي طرق الإبطال السحر المدفون في آخر الحلقات بإذن الله للمتبعين في صفحتنا على اليوتيوب الفقيه السوسي المغربي رشيد أغادير مرحبا بكم إن شاء الله والهاتف ديالي 00212 النسل على الخارج من المملكة إن شاء الله في البلد إن شاء الله 06-42-50-24-17 الهاتف الثاني 0700-34-28-81 الهاتف الثالث في إن شاء الله 06-82-35-86 وما هي أعراض السحر المدفون في المقابر كما قلت الأشكال دياله والأنواع والطرق الإبطال بإذن الله الطرق الإبطال سأجه في آخر الحلقات بإذن الله بعد ما نعرف والشهر مثلا أو على حسب الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى السحر المدفون كما قلت اليوم أغاد ننظر على السحر المدفون في المقابر السحر المدفون في المقابر هو نوع من أنواع السحر الأسود والعياذ بالله وأخطر وأفتك الأصحر وذلك لأن السحر المقابر يصعب الوصول إليه لأننا نرى بعض الرقات نضاهم الله إلى صلة المستقيم كي يقول لهما وصل السحر للمدفون وهذا فبركة وهذا يعني كله تمتيل وهراء وأكل أموال الناس بالبطل ولكن ما سنجمع كامل الرقات هناك رقات أربانيون وهناك رقات شيطانيون السحر أختي اليوم أغاد ننظر على السحر المدفون في المقابر كما قلت ولا أفتك وهو السحر الأسود وأخطر وأفتك الأصحار لذلك أن السحر المقابر كما قلت على الصعوب الوصول إليه وتحديد المكان السحر من أجل إبطال السحر ولكن هناك ملوك يتم إرسال إليهم إلى هذه المقابر المنسية أو يعني رفصت وأعادت ترفيصا ثانية أو ثالثة حتى عاد هذا السحر متلوفا ولكنه عليه الجن المقيد والموكل ولو كان مشتة مفككا ولكنه عليه جن مقيد وموكل على هذا السحر المدفون والعياذ بالله على حسب الشيخ إن كان لديه خالم أو بتلا أو عنده شيء من الربانيات الإرسال هذا الجن لإبطاله بإذن الله سبحانه وتعالى وقتل هذا الجن الذي عليه على هذا الجن هذا الصحر المدفون في القبور المقيد والموكل يتم قتله ثم يتم إبطاله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الصحر أيضا يعتبر الجن المقابر كما قلت هذا الجن لإعلاء الصحر الموكل والمقيد في المقبرة يعتبر هذا الجن من أخطر أنواع الجن من أخطر أنواع الجن وأكثرهم الإداءة للناس يعني واحد الإداءة ما كتصورش يعني لي عنده الصحر المدفون يأتي كذلك بالعاشق يأتي بالجن العاشق يكون في ركاضات في الفرج يكون في وزغة في الفرج والضبر يكون في وزغات في البطن يعني في المرأة يعني في الولدة ديالها يعني كيكون في سميته ديالها البويضات لعدم لإسقاط الأجنة وعدم الولدة يعني صعب يعني صعب 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 جدا هذا الجن من أخطر أنواع الجن لأن هناك كما قلت الناس كيتجمعوا في الزواج والعياذ بالله كيتجمعوا على وفق الكتاب والسنة بالزواج والنكاح والبسائل ولكن هناك حساد وهناك غيرون يريدون فراق هؤلاء إلى ما كان يشل فراق كيدروا الإسقاط الأجنة والعياذ بالله الإسقاط الأجنة وما كيسقطوا الدراري كيكون الكورتاجات وكيكون ديماء يعني حيض ذائم هذا ليس حيض بل يعني وزغة من وزغة من يعني في القرون يتكون في القرون في البويضة وكيورك عليها الجان هذا العياذ بالله ويتم النزيف للمرأة ويتم النزيف للمرأة وكذلك عند الرجل يكون في خسلتيه يكون وزغا في خسلتيه هذا الجن المذفون هذا السحر المذفون وعليه الجن في المقابر كما قلت يعني من أخطر الجان يكون في الخسيتين ويكون في القلم يكون في القلم كي يخلكش كي يكون فشل كلي أو كي يكون كي يكون رغبة في الجنس ويكون انتصاب ويكون ولكن إلا قرب الإنسان الزوجة ذي له يكون فشل كي يكون فشل وما أكثرهم وهذا يأتي من إيش من السحر المذفون في القبور علاش باش يكون المشكلة عند الزوج والزوجة دي له في فوق الفراش وما أكثر هؤلاء يتصلون وما أكثرهم يتصلون على هذه المشكلة هذا لقد في السريع مثلا والخوف بينه وبين زوجتي في الجماع وكما قلت كي يكون فشل كلي أو يكون فشل في داخل يعني لقل قال بسم الله غادي يكون فشل كي يكون خوف يعني كي يكون خوف يعني هذا يأتي من إيش من هذا الجن من هذا الجن الذي على هذا السحر المذفون في المقبرة إيش المنسية إن كانت أو القديمة أو الجديدة هذا كما قلت من أخطر الجن لكي يكون على هذا السحر هذا والعياد بلا والآن السحر المذفون كي تكون بعيدة عن العمار والسكان يعني السحر المذفون إما أن يكون كذلك في الخلاء وإن شاء الله غادي يتكلموا عليه يكون بعيدة عن العمار على السكنة ديال الناس والسكان كي يكون بعيدة لهم هذا هو الشرط دياله السحر والعياد بلا في الخلاء ويسأتي الكلام على السحر المذفون في الخلاء وتحت الشجرة وفي البحر وفي الودان إن شاء الله سيتكلم بإن الله سبحانه وتعالى عن هذه الأصحار يتم دفن هذا السحر في المقبرة يقلبوه على القبر القديم ثم يجعل الذفن في هذه المنطقة بالدال ويكون للمطلوب ولا يكون للطالبي هو الذي سيدفن هذا السحر بأيديه باش يصدق ولا يدو بله ذك السحر اللعين وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأتكلم كذلك إن شاء الله بإن الله سبحانه وتعالى على الأعراض هذا السحر بإن الله في الجسد والهدف من هذا السحر المدفون هدف من السحر المدفون هو إما يكون سحر يعني جلب هناك أصحار جلب توضع في القبر هناك أصحار جلب توضع في القبر وهناك أصحار تفريق بين الزوجين وبين الأحبة وبين العائلات وبين يعني الأبي والأم وبين الأبي والإبن والأبناء وبين الأم وأبنائها وبين يعني هناك هذا السحر المدفون والعياذ بالله يتم به بالتفريق بالتفريق والطمريد كذلك والطمريد حتى الموت والعياذ بالله حتى الموت ويتم كذلك يعني وقف الحال وقف الحال يعني كل شيء معكس كل شيء وقف كل شيء يسمت وهذا يكون من إيش من السحر المذفون في القبول إما أن تكون منسية كما قلت وإما أن تكون مهجورة وإما أن تكون جديدة وإما أن تكون قديمة هذا السحر كي يقف كل شيء سواد وجوه عدم قبول تأخير تأجيل في كل شيء يعني عكوسات مانع سحر المانع يعني ديلك كامل المسائل في محططي الدكة ما كتطلعش في محططي الدكة ما كتنسبت وكتضرش لتحت لتحت هذا هو السحر المدفون وكذلك بالطمريد البدن تقول إنسان مسكين مريض بدنيا يعني الحبوب يعني ضعف جسده كيمشي وكيكون عدو يعني ضعف في جسده وفي بدنه وعني نقص في الوزن يعني مشي نورمال وكيكون قي بزاف قي وأوجاع رأس تغضرت على دلك الأوجاع هذا حتى الموت السحر هذا المدفون يكون بالتفريق يعني والطمريدي حتى الموت أو إيقاف الحال إيقاف الحال على كل شيء على العمال على الزوجة على البيت على الأبناء على كامل المسائل كيكون إيقاف الحال وكيكون إيقاف الحال الملل وكيكون عنده كآبا دم الأعراض دين السحر المدفون كآبا وملل وعزلة ولحدانية ولحدانية كذلك من أسباب هذا السحر اللعين سحر المقبرة وسحر المدفون وكيكون عنده واحد الغضب الشديد والإنفعال وكيكون لا أدفع الأسباب ماشي شي حاجة كيكون إنسان منفاعلا وغضب شديد وكذلك هذا من كذلك هذا من السحر وأعراض السحر المدفون والشعور الدائمة بالإرهاق والتعب كيكون إنسان متعبان كيكون بغا كسل وخمول وعجز يعني ضعف نفس وضعف وخمول في الشهوة الجنسية كذلك كتكون عنده الضعف راجلنا في عش في الشهوة الجنسية ما كيكونش عنده راغبة في يعني في الشهوة الجنسية ويكون ضعفا في الأكل كما قلت كيكون واحد الجسد كيفقد توزن دينه كيفقد واحد الوزن كثير وكيكون قلة الإقبال على الطعام كيتكون ضعف في الأكل وقلة الإقبال على الطعام وراهضت على ألم في الرأس يعني الخز كما قلت في مؤخرة الرأس ومنتصف ومنتصفه ويكون هذا الخز بشكل منقطع ويكتر بزاف كي يجي في الليل بعد العصر ما فوق كيكون هذا الوجع دين الرأس بعد العصر وما فوق وكي يكون الإرهاق والصهار وضيق عند النوم البرح وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى قد نزيد نتكلم على السحر المدفون في الكفاني الميت إن شاء الله بإذن الله غدا لحيان الله سبحانه وتعالى ترقبوا الدرس القادم السحر المدفون في كفاني الميت إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته